ماذا سيحدث لك بالاسبوع الثالث من شهر عشر اكتوبر عام الفين واربعة وعشرين سنقرأ للبرج الرائع جدا صاحب الصفات المميزة وبحتل المراتب الاولى في الذكاء ولديه الجمال الثنائي من الداخل ومن الخارج من الخارج دائما بكون بقمة الجمال والاناقة ومن الداخل ذو اخلاق رائعة جدا ومساعد دائما للاخرين اكيد احنا بنحكي عن البرج الرائع جدا المميز مولود برج الميزان الرجائم للجميع اللاك التجيعي والاشخاص الجدد ما ينسونا بالاشتراك ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض باذن الله تعالى وتشكركوا يا اصدقائي على التعليقات الرائعة جدا اللي تكتبون ليها اللي بترفع عند الطاقة الايجابية كل الحب والتقدير لكم يا اصدقائي نرى يا اصدقائي كيف الاحداث القادمة ستكثرون من الاتصالات القريبة والبعيدة والسفرات القصيرة بين المدن يكون اغلبها اعمال اضافية خلاف العمل الاساسي لانت قائم عليه ستعود لك بالنفع وبالدخل المادي الجيد ستعرف على اشخاص رائعين جدا في الطرقات العامة هذول الاشخاص سترتاح لصحبتهم سيتحدثوا معك بامور رائعة جدا تثير اهتمامك وفضولك حاول قدر المستطاع انك لا تأخذ اي اقرار حاسم اذا مقترحوا عليك موضوع ما مثل عملي او عاطفي او اشياء من هذا القبيل بشكل سريع جدا لله يا اصدقائي دائما الشخص اول ما بتعرفه بكون جوهر صافي بتغير بتغير تبين معدنه الاساسي وانت معدنك ذهب صافي قد يحدث بعض المشاكل والنقاشات الحادة اتجاه الحبيب وخصوصا في منتصف الاسبوع الثالث من شهر عشر اكتوبر عام 2004 وعشرين بسبب اقترب موعد الزواج بينك وبين الحبيب ولكن تطلع الحبيب ما عمل اي اشي للاحداث المستقبلية مثل تجهيز لموعد الزواج او اشياء من هذا القبيل هذا الموضوع بخليك تشعر في القلق وتشعر ممكن انه ما يوفي بالوعود اللي اوعدك فيها ستعيد التفكير بهذه العلاقة من اول وجديد ورح تستشير احد افراد العائلة بهذا الموضوع وتطلب منه النصيحة الصحيحة اللي بتدفع مصالحك الى الامام ولكن يا مولود برج الميزان بعد ما تاخد القرار الحاسم لا تتردد فيه لانك دائما بتاخد القرار النهائي بخصوص هذه العلاقة وبعدين بتغير رأيك بعد ما تحكي مع الحبيب اعلم يا مولود برج الميزان لما تكون بعلاقة فيها قيبة امال انك بتضيع حالك اهم ايام حياتك من ناحية ومن ناحية اخرى بتضيع فرصة عاطفية كون ستحصل عليها لو لا هذه العلاقة الفاشلة بحب اعلمكم يا اصدقائي انا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت اسفل الفيديو كل اخر شهر اللي ما بيحالف الحظ هذه المرة وما يزعل ان شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون احد الاشخاص الربحانين معي بهذه القراءة اما للتواصل على طريق الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت اسفل الفيديو في صندوق الوصف مراتا بكتبه في التعليقات اما الاشخاص اللي تربح معي قراءات خاصة القراءة كشف كامل روحاني عاطفيا مهنيا توقعات العشر القادمة بإذن الله تعالى وملئة ايضا بالنصائح اللي بتدفع مصلحتك الى الامام اذا كان في موضوع معين او مشكلة معينة او تعرض للحسد او السحر او الاعمال السفلية اللي تناقش فيها بشكل مباشر وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل دائما يا اصدقائي لكل ده بإذن الله تعالى الدواء ايش شافي كل الحب والتقدير لكم يا اصدقائي وان شاء الله قادم سيكون افضل افضل بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة